قوات الاحتلال الإسرائيلي بتواصل استهداف المستشفيات في غزة بسلسلة من الغارات المكثفة والهجمات الوحشية المستمرة على القطاع الصحي يمكن نتيجة دا كان خروج أكثر من 21 مستشفى عن الخدمة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 11 ألف والمصابين لأكثر من 29 ألف قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها لقطاع غزة واستهداف المستشفيات بسلسلة غارات مكثفة وهو ما أدى إلى تجريد القطاع الصحي من أي مكان آمن للمرضى والمصابين نتيجة لذلك خرجت نحو 21 مستشفى عن الخدمة وارتفع عدد الشهداء لأكثر من 11 ألف والمصابين لنحو 29 ألفا وهو ما أكد عليها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مستشفى الرنتيسي للأطفال وقصفت أيضا محيط المستشفى الإندونيسي بعدة أحزمة نارية عنيفة وقبلهما مجموعة أخرى من المستشفيات ووصفت هذا التصرف بأنه جريمة مخالفة للقانون الدولي وتدلل على وحشية الاحتلال الإسرائيلي فالدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات بعدما شنت سلسلة غارات استهدفتها وهو ما أدى لحصار المرضى والتواقم الطبية والنازحين داخل المستشفيات بدون ماء أو طعام وأكد أحد العاملين في مستشفى النصر للأطفال خطورة الوضع في المستشفى وطلب بضرورة إجلاء النازحين والمرضى في ظل غياب الكهرباء والأكسوجين اللازم للمرضى كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جيش الاحتلال استهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة ما أدى لتوقف جميع خدماته واستهدف كذلك محيط مستشفى أصدقاء المريض كما تم تدمير سيارة إسعاف بعد قصف عنيف على محيط مستشفى العودة شمال القطاع فضلاً عن اندلاع حريق كبير في الطابق السفلي بمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب غزة بعد استهدافه بقصف إسرائيلي وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل وطالبت بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الجرحة للعلاك خارج القطاع ودخول الفرق التبغية المتطوعة والسماح بإدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات بشكل فوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة